النهاردة يوم من أيام بلدنا العظيمة 25 أبريل عيد تحرير سينة يوم العزة والفخر والكرامة سينة اللي وصفها العبقري جمال حمدان صاحب شخصية مصر بأنها مصر الصغرى سينة بتختصر الوطن كله اليوم ده استرد المصريين وكل الدولة المصرية بعد ملحمة عسكرية جسدت أصالة الشعب وبثالة الجيش المصري استردوا العزة والكرامة عملوا المستحيل عشان يرجع كل حب ترمل وكل شبر من أرض سينة العزيزة علينا فلونا نتكلم بتفاصيل أكتر عن هذه الذكرى عيد تحرير سينة وكيف يمثل هذا اليوم أهمية للمواطن المصري معنا نهاردة بنوارنا ضفنا في الستوديو اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق أهلا وسهلا بنوارنا وكل سنة وحضرتك طيب أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيبين والسادة المشاهدين بخير ومصر دايما بخير يا رب إن شاء الله 42 سنة فرق ما بين معركة التحرير لمعركة التعمير خلينا نتكلم النهاردة في البداية عن معركة التحرير أهمية دا للمواطن المصري يعني ماذا تمثل هذه الذكرى للمواطن المصري واسم حمولي في البداية الحقيقة نتوجه الحقيقة بالتحية التقدير وإجلال واحترام الأرواح شهداءنا الأبرار الذين ضحوا من أجل الحفاظ على هذه البقعة الغالية من أرض مصر ونتذكر أيضا الزعيم الراحل الشهيد الرئيس أنور السدات رجل الحرب والسلام وأيضا بالمناسبة دي الحقيقة يجب أن نتذكر أبنائنا الأبناء مصر اللي بيعيشوا على أرض سينة واللي كان لهم دور عظيم على مر تاريخ سينة في الحفاظ على أمن واستقرار سينة الحقيقة لما المناسبة دي بتيجي سنويا الحقيقة بتخلي الواحد يتذكر الحياة تاريخ بقى سنوات طويلة حضرتك قلت 42 سنة شوف 42 سنة دول مروا إزاي ويمكن القدر بالنسبة لي أنا شخصيا يمكن تعيش مع سينة فترة طويلة منذ بداية خدمتي في القوات المسلحة كانت بداية خدمتي يا محمد في العريش وشوف أنهيت خدمتي على مستوى الدولة كمحافظة سينة بعد 40 سنة برضو في العريش فعشت الحقيقة نول على هذه البقعة الغالية من أرض مصر يجب زي ما حضركت تفضلت كده ده جمال حمدان قال عليها كمان بالإضافة للكلام الطيب اللي حضرتك قلتهم قال أنها أحد معالم الشخصية المصرية سيناء تمثل أحد معالم الشخصية المصرية وأطلق عليها كلمة قدس الأخداس نظر لعظمة هذه البقعة الغالية من أرض مصر ليه لها هذه العظمة دي نقطة برضو للأجالي الجديدة يمكن ما تعيشتش مع سيناء خلال السنوات الماضية بتفاصيلها على مر التاريخ القريب اللي احنا عايشينه يعني أو المعاصر سيناء أنا بسميها كانت تمثل ميدان القتال على مر تاريخ مصر منذ القدماء المصريين الذي على أرضها أبناء مصر كانوا بيدافعوا عن أمن مصر واستقرار مصر ضد الغزاة الطامعين الذين كانوا يأتوا غالبا في معظم الحالات من الشرق بوبا شرقي أعمل سميها مش عاوزة سميها البوبا ليه لأنهم كنوا بيجوا من الاتجاهة ده أه صحيح لكن هي سيناء تمثل الدرع اللي كذي يحمي مصر على مر هذا التاريخ كان فيه طمعين كثيرين من أول بقى الهكسوس والحيسيين والتطار والمغول والفرنسيين والإنجليز والعطمانيين والصهاينة وأخيرا الإرهاب خلاص ومع ذلك ظلت هذه البقعة الغالية من أرض مصر تمثل هذا الدرع الذي يحمينا نقطة تانية يمكن بعض مننا ما بفكر فيه لا ده احنا بلدنا العظيمة دي الغالية دي لربنا نخطر لها هذا الموقع المتميز ده جزء منها في أفريقيا وجزء في آسيا يعني سيناء بتخلينا كدولة موجودين في قارتين وهي تمثل سيناء في نفس الوقت كبهذا استراتيجي مهمة أو الحقيقة هي الأرض الوحيدة التي تربط ما بين المشرق العربي والمغرب العربي أيضا موقعها خلاها ذات أهمية مرتبطة بالثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا موقعها خلاها مرتبطة مصالح القوى الفاعلة في العالم ومصالحهم في المنطقة وأرضها أيضا أرضها طيبة ارتبطت بالأديان السماوية الثلاثة فمن هنا بنجد لها أبعاد جيوستراتيجية وقتصادية وعسكرية وعقائدية طب سات اللي هو حضرتك يعني خدمت في سيناء كمقاتل ومرورا بمراحل كثيرة جدا وصولا إلى المنصب التنفيذي المنصب الخاص بمحافظ شمال سيناء شفت سيناء إزاي خلال تحولتها كل هذه السنوات من معركة التحرير اللي بدأت بعد يعني 67 مباشرة في اليوم التالي للهزيمة مرورا بحرب الاستنزاف وكتوبر ووصولا إلى عملية السلام شفت أهم التحولات إزاي واجه سيناء تغير إزاي خلال السنوات الحضرتك كنت متواجد فيها على الأرض هو تسمح لي برضو بشكرك الحياة لهذه المدخلة المهمة أوي برضو نقطة مهمة للسادة المشاهدين سيناء زي ما كنت ذكرت كده على أمار التاريخ كانت بتمثل ميدان القتال يعني في استراتيجية مصر كانت مصر تفكر دائما كيف يتم الدفاع عن مصر على أرض سيناء فكان المنظور على أنها ميدان قتال لم يتغير يا محمد هذا المنظور إلا بعد عظمة ملحمة أكتوبر واللي عطت اللي عاده درس خلته هو يتوجه للسلام نتيجة الدرس اللي خده في حرب أكتوبر صحيح بعد السلام النظرة الاستراتيجية تجاه سيناء تحولت بدل ما هي كانت ميدان للقتال أصبحت أرض الخير لمستقبل مصر ميدان التنمية هذا التحول التنمية والتعمير فبقول في الجزئية دي نتذكر ما زي ما حضرتك قلت أنا تعيش قبل سبعة وستين ما حدش يتخيل معلش تسمحلي من أجيالكو كده يسألني كده قلتك كنت عايشين إزاي على أرض سيناء في هذه المرحلة من الستينات مثلا لغاية أدوان سبعة وستين سبعة سنين تقريبا عايشت مظامهم على أرض سيناء قوليلي حضرتك سأليني كده قوليلي كنت بتشربه 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 المية إزاي كوباية المية قبار مثلا ما هي القبار والقبار كان شكلها نسبة ملوحة عالية جدا في ذلك الوقت ما تقدرش تعمل كوباية شاية محمد خلاص لدرجة كان القطر كان فيه قطر سكة حديد ما بيمشي لغاية رفح وغزة كان بيخلوا في آخر القطار عربيتين فنتاص مية يجيبون لها مية من الإسماعيلية علشان تقدر تشرب كوباية الشاي قوليلي بقى انتوا كاقوات مصلاحة كمان وجيش عندهم امكانيات غير المواطنين طيب كان فيه كهربا كان فيه مولد في الكديبة كده مولد كهربا يشغل يدوب إيه ساعتين كان فيه طرق بنمشي في الصحراء خلاص يعني كان كان زميلنا يمكن بتتذكر كده قلتها في أحد اللقاءات برضو زميل الزباط اللي ظهر مني في الرضبة كان يقولولي يا فندي من في سيناء ناكل لقمة خضرة ما فيه زرع يعني بنبعد نجيف حتى الخضروات والفاكهة وبتاع من خط القناة ما فيه ده كان الحال في سيناء معلش لغاية ما حصل لعدوان الحقيق العدوان أنا بقول الجانب المعادي لنا نجحوا في انهم يستولوا على سيناء في ست ايام طب نسأل بقى نفسنا الأرض الغالية دي اللي خدوها في ست ايام إحنا عشان نسردها تانية محمد لآخر شبر عادنا قد إيه 22 سنة يعني دير سالة مهمة قوي للأجيال صحيح إحنا بنقول 15 سنة لغاية 25 أبريل لا بنضيف عليهم كمان سبع سنين عشان ناخد طابة لننجم قبل نسحب شهر قالك في أبريل الاثنين وتمانين قالك طابة دي مش هنسيب طابة عشان نسترجع طابة عادنا سبع سنين 22 سنة فيه صراع بقى عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحجيمي الصراع العسكري الحقيقة اللي قعد ست سنين دي بتجعاني الحقيقة محتاجين إحنا نتذكر هذه الملحبة بدأت الحرب الاستنزاف ده جزء منها صفحة مهمة أنا بقول بس مش لستنزافة فيها محمد خمس معارك معاركة إعادة بناء الجيش المصري يعني الجيش المصري نتيجة الانسحاب من سينة كانت قدرات الجيش المصري انخفضت بقدرات يمكن مش أقل من 50-60% حتى يمكن عادان قالوا الجيش المصري ده قدامه على أقل أقديم من الزمن لغاية لما يعد بناء جيش المصري بنينا الجيش المصري في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أربع سنين صحيح دي معاركة يمكن برضو تسمح لي إن احنا نتذكر من كان لهم بصمة في هذا التاريخ رحمة الله عليهم الاثنين اللي هي الفريق محمد فوزي والفريق عمين عمرياض اللي كان لهم فضل في عادة بناء الجيش المصري المعاركة التانية العظيمة اللي احنا لغاية النهاردة تسمحوا لي كده بقول برضو ما نجحناش إن احنا نوصل أبعادها ونتائجها اللي هي حرب الاستنزاف اللي ظلت 500 يوم أطول حربة بيننا وبين الجانب المعادي حرب الاستنزاف اللي كبدناها فيها خسار كبيرة جدا نتيجة هذه الخسار إيه اللي حصل إسرائيل لما بتزنق بتروح فين بتروح للولايات المتحدة الحقوا يا أمريكا عملونا إقاف نيران فكانت منبادرة روجرز في أغسطس سنة سبعين عشان إقاف النيران دي معركة رقمتين معركة رقمتلاتة ودي يجب أن نتذكر بها برضه رجالات مصر العظماء رجالات الدفاع الجوي اللي نجعه أن احنا لأول مرة في تاريخ مصر نتيجة الجانب الإسرائيلي متفوق في الطيران وإحنا حصل خسار كبيرة جدا في الطيران في أدوان 657 فأصبح كيف أن نواجه قوة طيران الإسرائيلي فوجدنا سلاح جديد اسمه قوات الدفاع الجوي طب السؤال بقى طب تخيل أنت بتنشي حاجة جديدة يعني الخبرة السابقة اللي فيها مش موجودة حاجة جديدة طب إزاي يا مصريين يا جيش مصر في سنتين ثلاثة تقدر تعمل قوات دفاع الجوي خليت العالم كله بعد كده ييجي عايز يتعلم منك إزاي أنت نجحت في هذه المنظومة وكاننا مدور عظيم جدا قبل الحرب وأثناء الحرب النقطة المهمة اللي بحب برضو أذكر بها أنفسنا من آن لآخر كيفية إحنا ربنا أنعم علينا بالزكاء العالي مش كده ولا يقول لها رأيك تاني حاجة تاني لا ما ده رأيك الزكاء العالي اللي موجود عندنا إزاي وظفنا الزكاء العالي المصري في خداع جميع أجهزة مخابرات العالم بما فيها المخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية من خطة الخداع السرطيجي اللي تمت والسرية الكاملة اللي تمت اللي أوجدت المفاجأة بتاعت أكتوبر دي المعركة رقم 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 المعركة رقم خمسة بقى العظمة اللي تمت فيه أنا بسميها ملحمة رمضان من عشر رمضان يعني أو ستة أكتوبر فإذا كان بقى بقول شعب مصر وأبناء مصر طلبوا من زعيم الراحل الله رحمه جمال عبد الناصر أن بعد عدوان خمسة وسبعة وستين أن إحنا لازم نسترد الأرض والكرامة معركتين يا بس نسترد الأرض ونسترد الكرامة المصرية الاتنين معركتين معركة استرداد الأرض زي ما ذكرت الحضرات وكده قعدت 22 سنة طيب معركة استرداد شرف العسكرية المصرية أحد قد إياه 22 يوم من يوم ستة أكتوبر لغاية يوم 28 أكتوبر لما حصل إيقاف نار وقفة نار فهي كانت ملحمة متكاملة الحقيقة فيها العديد من المعارك اللي أثبتت قدرة وعظمة بسالة الجيش المصري الإنسان المصري طيب أهل سينة بقى حضرتك حييتهم في بداية كلامك دورهم كان إيه في الفترة دي كمان معنى رجوع سينة مرة تانية ليهم أيام معنى رجوع الوطن أكيد مرة تانية حكينا عن دور أهل سينة هو يمكن برضو القدر أو جد يعني في بعض الوظائف أن رغم أن أعيش على الأرض سينة بقول فيك وحدات مقاتلة الفترة اللي أن اختاروني قبل حرب أكتوبر لكي أكون مسؤولة على مستوى القوات المسلحة على أعمال الاستطلاع خلف خطوط العدو طبعا أعمال الاستطلاع خلف خطوط العدو دي لابد أن يكون فيها تعاون مباشر مع مين مع أبناء مصر اللي بيعيشوا على أرض سينة هذا التخصص الحقيقي كان مهم جدا لأن الأطراف اللي بناخد منها السلاح ما بيرضوش يدوننا التقنيات المتطورة اللي من خلالها نحصل على المعلومات وطالع ما احنا مش هنحصل على المعلومات يبقى مش هنعرف نخطط وننفذ المهام فأوجدنا هذا التخصص فكان طبعا طبيعة أهالي سينة في تعاون وثيق معنا في هذه المهام الصعبة اللي كانت بالدم فطول فترة وجود الحية على أرض سينة كنت ألمس من أبناء سينة المخلصين أنهم كانوا بيضحوا تضحيات كبيرة الحية ويمكن عاشوا كان قبل 67 في ظروف صعبة ثم عاشوا بعد كده 15 سنة تحت الاحتلال الإسرائيلي فكان لابد الحية أن احنا يعني نحاول نعاوم أبنائنا دول اللي موجودين في سينة يعني جزء من المعاناة اللي عانوها لسنوات طويلة فزي ما قلت لكم في البداية أن النظرة اتغيرت بعد ما نجحنا وحققنا الهدف الاستراتيجي السياسي والأسكري واستعادنا أرضنا تاني نظرنا إلى سينة بمنظور كيف نحول بقى معركة التحرير دي والقتال إلى معركة تعمير من خلال بقى رؤية استراتيجية للجانب التنمية في سينة من خلال المشروع القومي لتنمية سينة اللي ابتدى يمكن في بداية التسعينيات وكانت العجلة ابتدت فيه تدور على أساس الدولة تتحمل مسؤولية البنية الأساسية والخدمات والقطاع الخاصي اتبنى المشروعات بدأت العجلة تدور وبدأ فعلا يعني يمكن أنا تعاش عدد من السنين تم فيه عدد من المشروعات على أرض سينة إلا إن بعد فترة كده مع نهاية التسعينيات حسينا أن قوة الدفع بتاعت مشروعها تنمية سينة بتدت إيه تقل أنا بقولك رأي شخصي احتمالات كان فيه ضغوط ما موجودة على القيادة السياسية في ذلك الوقت فيمكن تحولنا إلى تشكي وإلى الوادي الجديد وخلافه لكن بدرة خير كانت بالنسبة لي أنا شخصيا ودي كانت بدرة خير لمصر كلها أول ما سمعت أنها هنبتدي نعمل قرانة السويسي الجديدة دي كانت بداية انطلاقة جديدة جميل لمعركة التعمير والتنمية على أرض والمعركة دي شفنا فيها فصول كتير جدا ومشاريع عملاقة شبكة للطرق محطات للتحليط المياه قبل بس من روح الموجز يعني في سؤال أخير النهاردة إحنا سينة بعد 42 سنة بنستردها كاملة للمصريين لكن المنطقة بتمر بظروف دقيقة جدا وعصيبة جدا والأطماع ما زالت مستمرة في سينة للأسف وستستمر عشان أبقى فاهميه أيوة فده سؤال الأخير لحضرتك يعني فضل شايف إزاي أهمية وقيمة سينة دلوقتي بما يدور حولنا في المنطقة من صراعات وليس بعيد ما يحدث في غزة دي بتزداد أهميتها يعني هي مع الزمن كده معلش مع الزمن والتحديات كلما بتزداد التحديات كلما تزداد أهمية سينة وإحقاقا للحق والتاريخ الإنسان تعايش على هذه الأرض الطيبة بقول إن ما قامت به مصر في السنوات القليلة الماضية دي أنا بعتبره في مجال الإعجاز لإني كمسؤول كلية أحلام بنفسي شوفها خلاص اللي تم ده أكثر بكثير 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 مما كان الواحد ينظر إليه في تلك المرحلة يعني ما فيش يعني أكتر من إن إحنا نقدر نحيي حضرتك على يعني مجودك كجندي الأول وعلى طبعا وجودك معنا وعلى شغلك التنفيذي على أرض سينة في الأول وفي الآخر وزي ما حضرتك قلت إحنا كنا بنروح لمعركة معركة التحرير النهاردة إحنا إن شاء الله الحمد لله كمان كسبنا معركة التعمير نشكرك سيادة اللواء علي حفزي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأصبق على وجودك معنا وكل سنة وحضرتك طيب ما فيش أكتر أو يعني لازم نحيي حضرتك شكرا جدا ونقول كل سنة أنت طيب ونت طيبين ومصر بخير طول ما حاطين قدام عينينا أن هناك تجتمع العناية الإلهية مع الأصارة المصرية لأبناء مصر متقلقوش على مصر محفوظة دائما بلدنا بشكرك شكرا جزيلا كل سنة وحضرتك طيب